السلام عليكم كانت مننا كلكم تكونوا بخير وكانت مننا اللي باقي ما اشتركش بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وما تنساوش تخليوا لايك وتعليق على القصة وشكراً لكم على الاستماع في ذلة كبيرة فيها بيسين وحديقة دخلت الحمام الدير حمام هالمعتاد اللي كتبقى فيه ساعة كتخرج وكتغني وهي فرحانة بحياتها علاش الله وهي الدلوعة الوحيدة لباها سين عمان القيدي رجل الأعمال المعروف صاحب أكبر وأشهر سلسلة فنادق وسيدة الأعمال مونيا السالمي صاحبة أكبر وأشهر سلسلة مطاعي البنت اللي معروفة في وسطها العائلة بالملاك والبعيدة كل البعض على أعمال والديها الحياة وردية بالنسبة لها واقفة قدام المراية وبدأت كتمشت شعرها اليوم مميز بالزاف بالنسبة لها حيث غدا تمشي هيو خاطبها أمير باشي اختاروا كثوة دلعرس وغايدو ذو الأكبر فنادق باباها يشوفوا التجهيزات دلقاعة فين وصلت شوية وهو يدخل باباها لعندها قال لها نعمال بنتي الحبيبة قالت نوها بابا هو يقول نعمال عرفت يا نوها انتي هي أجمل شيء في حياتي انتي ملاك ما عرفتش ندرت في حياتي حتى تجازيت بيك نوها قالت الله يخليكم لي يا بابا انت وماما قال لها نعمال احتنت يا بنتي عرفتي انا امو شدليك عرس كبير بالزاف كل شيء غيهضر عليه في الدنيا نوها فرحات وقالت بالصاح قال لها نعمال اكيد انا عندي نوها وحدة في الدنيا نوها قالت واحترامي خويا قال نعمال احترامي كان حماق على براءتك بنتي قالت ليه نوها انا غدا نتاصل بامير ونقول ليه هاد الشيء قال ليها نعمال هاد امير ياريت يكون كيبغيك قد ما كتبغيه انتي نوها قالت له كيبغين يا بابا عليش كتقول هكا هو يقول نعمال صافيا لا لا ما قلت حتى حاجة اهم شي عندي هو ساعتك خرج الاب وبدأتك تهضر نوها في التليفون قالت صباح الخير حياتي وفي غرفة فيها سرير ومع مراهورة كان امير ناضو بدك يهضر في التليفون مع نوها قال ليه وحد صبعه على فمه بمعنى ش صباح النورة عمري نوها قالت واش باقي ناعز قال ليها امير اه عاد فقط حيث بقيت مقصر مع شي ملفات في الشركة حتى كملتهم عاد مشيت للدار لما راخر جات فيه عينيها وقالت نوها حياتي ما تزيرش على راسك في الخدمة وارتاح شوية نتغداه مع بعضياتنا ونمشي ونشوفه القاعة والكسوة واش وجده امير قال هو هدا كحياتي كان بغيك بالزعف قالت نوها حتى انا سد امير التليفون وهي تقول له المراه انت تستاهل الاثقان في التمتيل ايش هاد الشي اينا اللي حداك تيقتك امير قال ليها كي جيتك وهي تقول له المراه ولكن هاد البنت مكلخه بزعف كينشي واحدة قطيق شي حد بحالك قال لها امير ما تقوليش عليها غبية هادي بسكويتا وديالي قالت لي انت كل شي ديالك حتى انا ديالك ضحك امير وقال ضروري بقيت نوها ثبيتها احتجت الخدامة عندها وقالت للا نوها صاحبتك هاجر كتسناك نوها قالت واخا انا غدا نزل وانتي وجدي لنا الفطور نفطره في الجردة نزلت نوها عند صاحبتها وقالت لها هاجر نوها حبيبة قالت نوها هالجورتي لبس عليك قالت لها هاجر توحشتك نوها قالت ايجي نفطره في الجردة قلسوا وجابت ليهم الخدامة الفطور قاوكي فطروا وهي تقول هاجر اي ولا لا اش وجدتي نوها قالت وجدت كل شي انا وامير غدي نمشي وليوم نجيبه الكثوات العرس اما بابا واحدني باللي غيكون العرس الفطوري هاجر قالت بس صح وغيكونوا فيه تيتي انوها ضحكات وقالت نجي وزهرك قالت هاجر عقبالي بشي مصباح على الدين حتى انا احقق لي يقول احلامي نوها قالت مادام انا معاكي ما تخافيش غدا ندبر عليك وغندير ليك عرس على حسابي هاجر قالت يخليلي يسحي بزي ابقوا كيف يفطروا احتداز شخص ملتحي ولابس عباء وحاني راسو الارض طلع راسو ودار ندرحها قدف نوها وهاجر وهبط راسوها التاني ودخل في الملحقة ينزينا وهي تقول هاجر اويلي شكون ذاك داعش نوها قالت عمار قالت هاجر شكون هاد عمار ومانو داير فراسو ديك الحالة نوها قالت ليها عمار ولد الناس اللي خدامين عندنا طفولتنا دووزناها محا بعدياتنا كنا كل لعبوا بالزعف ولكن هو بعد ما كبر تبدل بالزعف وكل شي شاف هاد التغير فيه حتى الواحد النهار لقينا همون طاوي وداير اللحية وكيجيوا عندو ناس عندهم اللحية وما كيهدر حتى مع واحد وما كيسلمش حتى اناني مليكة نهدر معاه ما كيجاوبنيش قالت هاجر دواعيش هما هادو انتي اشغال ديري بيه خليكي منو وعيشي حياتك انا في بلاستك نجري عليه بموبا ومنهاوتش نشوف وجاههم نوها قالت عائلته ضريفة بزاف وما عندهم دخل في هاد الشي وزايدون حتى هو مدر حتى حاجة يستاهل عليها الطرد هو انطوائي سوقها داك هاجر قالت اوي ليه حتى الفوقاش غتبقيني يا هكا قالت نوها ابديتي كتهضري بحال بابا حتنتي هاجر قالت خلينا نكملوا الفطور باش نمشي انا تابعاني شحال من حاجة نوها قالت قولي ليه بحتى كي دير معاك امير في الشريكة قالت هاجر ازوين انتي محضوضة بزاف براجل بحاله كامل ومكمور نوها فرحات وقالت مزيان قالت ليها هاجر يلا نخليك طالة يفرسك قالت نوها يلا باي باي طلعت نوها لبيتها وبقات كتلعب في الطابلات ديالها حتاجة عندها اخوها مراهق عنده خمستاشر حال قال ليها رامي اختي اش كديري نوها قالت له رامي ايش يقلس معايا قال رامي عارف انه ما بقاليكش بزاف معانا وانا ولفتك بزاف قالت نوها ايش هاد لهدركة تقول انا ما غنقدرش نتفارق معاكم انا بصعدة نتكون معا امير ولكن غدا نكون معاكم ديما رامي قال الله يحفظك لي يا غتي قالت نوها ويحفظكم لي يحتنتوما قال رامي جدة بغا تتشوفك تصيري عندها نوها قالت واخا انا غدا نمشي نزلت نوها عند الجدة ومشيت عندها لبيتها قالت نوها زوينة ديانة نعسى وللا وهي تقول الجدة بنتي ايجي عندي نوها قالت الله يطولينا في عمرك يا احلى جدة في الدنيا قالت الجدة غدا تعرسي ولكن ما غدايش نكون معاك قالت نوها علاشة جدة وهي تقول لها جدة صحتي ما مخليانيشة بنتي ايش غا تديرو بوحدة مشلولة معاكم نوها قالت جدة وهي تقول لها جدة العروسة مخصهاش تبكي مسحي دموعك بنتي وقولي لي فين باغين تدوزو شهر العسل نوها قالت لها غانمشيو لسبانيا غاندوزو غير سيمانا ونرجعو حيت امير عندو الخدمة قالت الجدة مسكين كيعيا بالزهر داك الراجل محترم بالزهر واللي بحاله قلال في الدنيا نوها قالت بالصحة جدة حتى انا كان بغيت بالزهر قالت الجدة الله يخليكم البعدياتكم يا بنتي بس اي جداتها وقالت غدا نمشي نوجد راسي باش نمشي انا وامير نشوفه الكثوة دا العرس ونشوفه ايش وجد لي بابا قالت لي هالجدة الله يرضى عليك بنتي باست هانوها وطلعت بيتها وبدات كتوجد راسها وتصايد شوية سمعت الكلاكسون هادا امير هزاد ساكها ضغية ونزلت عندو ركبات معاه وهي تقول حياتي توحشتك قال لي ها امير حتى انا توحشتك بالساة شد في ايدها وباسها وهي تقول فين غا نمشي واللوة قال امير نمشي ونشوفه الكثوة هي اللوة وديك ساعة ندوذو لوطي وإلى بغيتين دوذو للدار تشوفي الفراش الجديد لدي درد وانت غداو ودار لي ها غمزة قالت نوها الفراش خليه لي مفاجأ حتى نرجعه من شهر العسل نمشي ونتغداو في الريستوران الإيطالي ديال ماما قالوا لي جابو شيف جديد وقالوا عليه بواعر امير قال بامتعاد واخا دي مارا امير التموبيل ومشا داذو على عمر اللي بقى كيشوف فيهم بندرحاتها قالت نوها حياتي بما اننا غادي نديروا العقد نهار العرز فانا كان قطارح نديروه في الفيلة عندنا باش تحضر له جدة وديك ساعة نمشي والقاعة امير قال عمري كل شي وجد على اساس نكتبه العقد في القاعة وجداتك إيه لا بغا تحضر تجي قالت نوها امير جداتي مريضة وما تقدرش تجي امير قال بدلي الموضوع حبيبة رحنا وصلنا نزلت نوها وامير ودخلوا لعند اكبر مصممة ازياء وبعد ما سلمو عليها خرجت الكسوة ديال نوها وهي تقول هادي هي الكسوة ديالك ها هي وجدات امير قال واو حبيبة بغيت نشوفها علي نوها قالت واخا صلنا هنا نلبسها دخلت نوها والمساعدة بدت تصايف لها ولبساتها الكسوة اللي جات فيها بحال شي اميرا قالت لخياطة جات كزوينة بالزاف نوها قالت غدا نوريها الامير ومشاتك تجري بزربا بيها وهي تقول امير شوف قال واو الاميرا ديالي ما شفتش جمال في الدنيا بحال جمالك انت قالت نوها جيت زوينة قال لها امير بزاف وهي تقول غنكون وكوبة لزوين بزاف نهار العرس انا متحمسة بزاف قال امير حتى انا مكرهتوش يجي اليوم قبل غدة وقالت نوها حتى انا من بعد امشا امير ونهيت غدة وقال امير حياتي شنو قال ليك باباك قالت نوها قال لي يرا موجد ليا مفاجأة قال امير ديالهش قالت انهار عرسي كعدود عرسنا قال امير ما قال ليكش شنو هو هادا الكادو قالت الا ما قالش قال امير حبيبة واش ممكن تخلاي عليا شنو هار وهي تقول ايش هاد الهضرة انا كان بغيك بزاف واحتى حاجة ما غتخليني نتخلى عليك قال ليها امير كان بغيك بزاف الملك ديالي مشا امير نوها اللو طيل ديال ابد نوها وبقوا كيتفقدوا القاعة اللي كانت على اعلى مستوى تريتر والطبالي والعمارية والتزيين حتى الفرق الموسيقية اللي غيغليه كل شي جاهز كل شي اللي خدامين في القطيل كيبار كل عروسيني نوها قالت هاد شي زوين بزاف وكيمت منيتو بالضبط امير قال اكيد غد يكون زوين علاش حال عندنا من نوها شدات في ايد امير وقالت حياتي كان بغيك بزاف ابقوا كيدورو كيشوفو احتاج الاب وقال كيجاك هاد الشي يا بنتي نشات كتجري عندو وعنقات باباها بسرحة وهي تقول بابا كان حماق عليك قال نعمان ما زال ما قلتليكش المفاجأة نوها قالت واش كينش مفاجأة اكتر من هاد الشي قال ليها نعمان اكيد بنت نعمان القيدي خاص هاد في الشيش ما امكان نوها قالت ما قلتيش لي اشنا هي المفاجأة قال نعمان شهر عسل في المالديف انا حجزتليك ووجزتليك كل شي من العرس للطيارة نوها قالت واو كان حماق عليك بابا قال امير كان شكرك بزافة سي نعمان ولكن انا كنت وجدت نسافرول اسبانيا شاف فيه نعمان شوفها ماشي تلهي وهي تقول نوها ماشي مشكي من لين راجعوا من المالديف نمشيوا لسبانيا نعمان قال تقيل على القلب ما عرفتش اش بغات فيه هذا طال لي فرسكا بنتي نشوفه في الدار نوها قالت وخا بابا قال ليها امير ما فهمتش علاش باباك ما كيحملنيش قالت له نوها حياتي انت عزيز عليه بالساف غا هو ماقدرش يستوعف انني غن تفارق معهم هو غا يقول لي حسبك بحال ولده بعد الزواج ما تخافش امير قال على الله خلينا نمشي ونشوفوه اش دارو في المكلة قالت نوها ماشي مهم انا معتمد على ما مفهدش هي اكيد غا تدير حوائش طاب وصلني للدار حيت تابعانيش حال من حاجة امير قال اذا نتلقا وغداء وندوزو النهار مع بعدياتنا نوها قالت حياتي غا يومين وغنكونوا مع بعدياتنا ديما غداء غندوز النهار في البيوتي سانتر قال ليها امير حياتي انتي ما تحتاجيش انتي زوينا خلاقة نوها قالت زيد وصلني مشاوا للدار وطلعت نوها لبيتها قاتقالصا شوية مع الكلب ديالها روكي ومن بعد مشا تفقد لائحة المدعوين اللي دارت ماماها قالت ليها امها بنتي الحبيبة قالت نوها ماما انا شفت القاعة اللي غايتقام فيها العدس زوينا بالثاف قالت مونيا هيدا اقل حاجة نديروها البننا ايش كتديري كتشوف المدعوين راني سيفط ليهم كلهم دعوة نوها قالت ما نسيتي حتى وحدة من صحاباتي ياكي مونيا قالت كل شي سيفط ليهم دعوة وهي تقول نوها خالتي الداوية وعم المصطفى مونيا قالت الداوية غا تقابل جداتك اما المصطفى فغيقابل الفيلا نوها قالت ماما واخا او هي تقول مونيا ومن لي تكوني ام تهلناي في ولداتك كوني ليهم الام الحنون نوها قالت واخا نبغي نعطي الحب والحنان لولادي ما غاداش نقدر نعطيه بليهم قد الحب والحنان اللي اعطيتو بليا انتي وبابا قالت مونيا وبغيتك تولي تعتمدي على راسك وتعرفي انني انا وباباك ما دايمنش ليك ديما نوها قالت ايش هاد الهضرة كتقول يا ماما الله يطول لنا في عمرك انا ما نقدرش نعيش بلا بيكم قالت مونيا هاد الهضرة ضروري نقولها ليك بنتي حي تحتوى حد مدى من عمره نوها قالت علاش كتهضري بهاد الطريقة ماما قالت مونيا ما تخافيش حديبة يلا هزيدي لالا العروسة ما خستهاش تحزن فرحي ونشطي مشات الام وبقات نوها كتفكر في هادرة ما باها اللي شطناتها خرجات هي والكلب ديالها للجردة وبقات كتشم له شوية بان لها عمر داخل وحاني راسه قلعاتها شافت ودخل دارهم ومشات تبعاته ودقات في الضار فتحات لها الضاوية وقالت نهار كبير هذا مرحبا بلالا العروسة دخلي يا بنتي دخلي المصطفى ايجي تشوف شكون جا عندنا نوها قالت مساء الخير اخالتي الضاوية قالت الضاوية قلس يا بنتي تفضلي تفضلي نوها قالت جيت بغيت نعرضكم العرسة ديالي ونعرض حتى عمر الضاوية قالت عمر عمر مشات كتجري الضاوية لبيت عمر حلات عليه الباب ولقاته متكي وهي تقول له عمر نوض تشوف شكون جا عندك هادي نوها جات لعندك هو غسم عسمية نوها ونات ضغياء مرتابك وبدال عرق كينزل منه بقوة التوتر جات نوها مورد ضاوية وهي تقول عمر لبس عليك احنا راسو ومشافش فيها وبصوت خافت قال اه لبس قالت له نوها انا جيت نعرض عليكم العرسة انت ضروري خسك تجي صدم اللي قالت له هكاك سكت شوي ورفع راسو بحزمه قال بغيتيني نجيل حفلة الفسق والفجور اللي غديروها نوها تصدمات من هادشي اللي سمعت وقالت سمح لي يا بالساف خرجيت بالزربة ومشات وهي مصدومة من ردة فعل عمر اللي قال لها هاد ركت شرح وهي تقول له الضاوية ايش هادشي قلتي هالبنت بدل ما تفرحت نزلات المستوانة ودارت لقيمة وجات تعرض عليك خرجات الضاوية تبعت نوها باش تراديها اما عمر فضرب ايده بالجهد مع الحيط وبعدها حط ايديه بجوج على راسو شوية هز كتاب وخرج رجعت نوها للفيلة وطلعت لبيتها وصدات البان طباع الحساسة ديالها خلات دموحي نزلو من عينها ارجع بهالزمن للطفولة من اللي كانت كتجلس في الارجوحة وكيجي عمر كيخلحها قال عمر خلعتك قالت نوها اه وهو يقول ما تبكيش حيتي لا بكيتي حتى انا غدي نبكي معاك قالت نوها صافي وخ قال عمر شوفيش نسرقت الماما نوها قالت ناري انا شفتك مشيتي فيها قال عمر اش غدي ندير هاد الحلوة كتعش بك بالسعف وضروري نجيبها لك ماشي مشكينا كل عساعة لقبلك ونفس الدكرة استرجعها عمر وهو ماشي في طريق البحر كان كل شي غادي مزيها ونوها معايا حتى الواحد النهار جات عندي وقالت عمر فينك عمر ايجي تسمع قلت لها شنوك عين قالت انا غدي نمشي نقرمع امير ولصاحبة ماما قلت تقرأي فين قالت في امريكا كي مكا تعرف هو مشاش حال هادي قالت ماما الماما را القرايات المام زيانة عمر احنا راسو وهي تقول لنها عمر واش مفرحتيش لي قال لها انتي غدا تمشي وما غنبقاش نشوفك وهي تقول ايجي معايا حتى انت تكمل قراياتك تم قال عمر ما يمكنش بابا ما عندوش امكان يا يقريني برا وزيدون هو باغيني نعاونوهنا نوها قالت عمر ما تخافش انا ما غنغيبش بالثاف غدا نبقى نجي في كل عطلة ومشات نوها صفرت تقرأ وما وفاتش بالوعد ديالها تسنيت وتسنيت وما جاتش حتى للنهار اللي غادي تبدل فيه كل شي انهار اللي عرفت فيه ان نوها غدا تجي احساب لي على قبلي ولكن في الحقيقة جات باش تحتافل هيو امير بالخطوبة صدمت بزاف واختافيت وتأذمت بكيت حتى شبعت وما زال دموع القلب ما نشفه من داك النهار قررت نكون واحد اخر اختاريتن بععد وتبعت الطريق اللي تخفف عليها ألم فراقها درني بزاف هاد الشي اللي درت اليوم ولكن هاد الشي ما يجي حتى حاجة قدام النار اللي في قلبي ما كرهتش نقتله وما نخليه شي قرم منها وتمنيت انه نهار عرسها ما يجيش ابدا وعند نوها دقات الضاوية على نوها في بيتها وقالت نوها دخل الضاوية دخلت وقالت بنتي سمحي لي بزاف على دكشي لدار عمر مسحيها فيي الله يهديك نوها قالت خالتي عمر تبدل بزاف ما عرفتش علاج قالت الضاوية بنتي ارى عمر قلبه طيب بزاف ولكن ما عرفتش اشترا ليه بعد ما تجمع مع شي وحدين وولا عصابي بزاف وولا كيحرم ويحلل شي حويش اللي ما فهمتش علاج كيهضر عليهم نوها قالت انا ما نقدرش ننسى طفولتنا على قبل كلمة في لحظة غضب ايه لجل عرس انا غدا نكون فرحانة بالسعب اما ايه لما جاش وهي تقول الضاوية الله يفرحك بنتي ويجعل ايامك كلها افراح قالت نوها امينة خالتي خرجات الضاوية من بيت نوها ورجعتك تفكر من جديد في هاتشي اللي وقع اليوم ابقاتك تقلفنا موتيتها وما جاهاش نعاس ناضت ابقاتك تشمل هو في البالكون احتشفت وراجع للدار ابقات متبعاه بعينيها وفجأة رفح راسه جهد البيت ديالها كأنه متعود يشوف تنا تفاجأ من اللي شافها كتشوف فيه وارتابك مرة اخرى ونزل راسه وهي تقول وليش وليتيها كاعمة هليش؟ وجا يوم جديد ناضت نوها كتش دراسها باش تمشي لمركز التجميل ديال ماماها ابغات تدوز فيه النهار حي تلغد ليه عرسها فترات ومشات استقبلوها بحفارة دارت جميع الاستعدادات باش تكون عروس ميتاهية من اللي رجعت للدار لقات مفاجأة لقات صحاباتها بمجدين حفلة حناء وجابوا النقاشة قالت ليها هاجا مرحبا بلالالعروسة ايجي تغيية معايا لنبسك القفطان لخضر وتقاد ليك النقافة باش تنقشي الحناء نوها دحكات وقالت هاد شي بزاف عليها الله يحفظكم لي قالت هاجا زيدي ما عند ناشو الوقت دخلوها ولبسوها القفطان لخضر وداروا لها ماكيا جيواتي ليلة حناء جات فناء نزلت بصلة واسلام ونقافات كي بغرد نقشات لها النقاشة ودازت لي لواعرة بمعنى الكلمة شبعوا تصابر والغد ليه فاقت لالالعروسة بعد ما كانت مجدح واجها باش يديوهم لدار راجلها خذات ما كتحتاج ومشات لوطين مع والديها ودخلات البيت لغا تصيب لها فيه النقافة جهزاتها ونزلات بصلة واسلامة ولقات امير كيتسناها بالجلابة في واحد الطابلة وحداه العدول والشهود والديها كيشوفوا فيها شوفات حب نزلات وقلسات وبترقوا بحب كتبوا العقد بعد ما سولها العدول واش موافقة وافقات بحب وفي بوابة القاعة كان شخص كيختالس النظر نزلات دمعة من عينيه من اللي سمع موافقة نهب فرحة لزواجها من امير كان عمر اللي اتهدم قدامه كل شي بهاد اللحظة زير على ثنانه وغمض عينيه ونصارف وبدأ العرس اشطيحوا الناشاط لبساتها النقافة اللبسة اللولة جاء امير لابس لبسة تقليدية شافها وتفاجئ بيها وباس راسها وهي فرحانة نزلوا بسلو سلام كل شي كان حال فيهم الفن جاوز وينين بالسال القاعة كانت عامرة بالناس جميع المعارف من جميع الفئات امير شاد فئيل بنوها شوية طلعوهم في العمارية نزلوا من العمارية ودخلوا باش يلبسوا اللبسة تانية دخلات نوها من واحد الدروش وامير من الدروش اخر على اساس يتلقاو في اللبسة التانية كل واحد يخرج من جهته ويتلقاو في الوسط دخلات نوها ولبسات اللبسة التانية وخرجات ونزلات في الدروش كل شي كيتلقبها وامير نازل من الدروش لاخر تمشاو على الطاب بالغوز حتى تلقاو وهاد المرة بموسيقى هادئة ابقاو كيدوروا على الناس وكيسلموا عليهم جلسوا في التابلة المخصصة للعروسين حطوا الماكلة وكلاو بكل هدوء وفرح وبعد الماكلة طلعوا يلبسوا لبساخرة لبساتها النجافة وسط النشاط صوروا مع الاصحاب والاحباب وطلعات باش تلبسكس وتلعرس واللي بعدها غدا تقطع لطاعة وغادي يتصوروا غيمشي ويركحوا في التيارة اللي غدا ديهم المال دي بقيت من القافة كتصايب العروسة احتجع زاتها بكسوزوين جات هاجر وقالت لالالعروسة لالالبوغوصة قالت نوها انا فيا ستريس وقالت هاجر مالكي على حالتك فخبارك امير نزلو كيتسنك في القاعة قالت نوها قلبي مقبوط ما عرفتش علاج وهي تقول هاجر انا غدا نخويلي كازيالنا قلسي ارتاحي شوية وهي تقول نوها ولكن غدا نتعطل عليه قالت لها هاجر خليه تسنى ماله غدا تجي خمسة دقايق طويلة المهم هو ترتاحي هيدا غسط رز الحروسة حيت اول مرة ما تخافيش قالت لها نوها واخا خلينا شوية قالت هاجر وليتي شوية دابا وهي تقول لها نوها اه خلينا ننزلو وبدون سابق اندار سمع دوين فيجار قوي بزاف في القاعة الشي اللي خلق زلزال في المبنى طاحت نوها وهاجر وحتى النقافات اللي كانوا معاهم وبيلخ العب دو كيحاميوا على ريوسهم حيت كل شي بدا كيطايح انفجار مرعب بزاف كل شي طاع وارتافع صوت الغوات نوها بصد ما كتقول اش واقع اشنو كان هاد الشي اش وقاع هاجر قالت تهدني ما عرفتش انفجار قوي بزاف خليكي هنا انا غدا مش نشوف اغاح اللات هاجر الباب غا حلات هاجر الباب ودخل معها دخان كتير سدات ودغية وبدك كي تسمع صوت صافرة الحريق هاجر قالت هاد الشي كي يخنق ما نقدرش نخرج وهي تقول نوها انا خاصني لمشي نشوف اش واقع امير وبابا اماما ورامي تما انا خاصني مشي نشوفهم قالت هاجر قالت تهد بي انا غدا نتاصل بهم اكيد هما غايجي ودابا يعتقونا نوها بدا تكاتبكي وقالت امير هاجر قالت اجيت شوكي من شرجن دخان كتيف بزاف كيخرج من الفندق شي حاجة ترتقات ودارت هاد الحالة وتسمع صوت صفارات الاندار والغوات ديال الناس وهي تقول هاجر كل شي كيهرب نوها قالت انا ما غنبقاش هنا جالسة غدا نمشي نشوف عائلتي نزلت نوها بكثبت العرس ومشات كتجري والدخان مالق المكان حي دات الطرحة وداتها على نفها وفمها وكملت الطريق حتى خرجات القاعة استمع المنظر اللي شافتو قدامها مئات الجوتات والاشلاء ديال الناس العرس تحول المجزر وبعد الطبالي فيهم العافية بقيت كتعيد ماما بابا ماما أمير فينكم الدم في كله بلازة شوئيه هي تلقى صاحب البدلة البيضاء اللي ولات حمراء بالدم أمير ووجهه كله مشوه عرفاته ما قدراتش تقيل بداتك تذبكي وقالت أمير غير جاوب نعافك ما تخلينيش بقيت كتبكي حتى بداتك تسمع صوت آنين شيوها حد كان كي حيط باسميتها ناضت وبداتك تقلب على مصدر الصوت لقاتها أخيرا الأمة ديالها كتهدر بصعوبة وكل هدم قالت لها مونيا نوها بنتي وهي تقول نوها ماما عافك يا قومي أنا غدا نطلب المساعدة عافك يا ماما ما تخلينيش مونيا قالت خرجي من هنا عطقي راسك نوها قالت غن عطقكا ماما ما غنخليكش بوحدك هنا فجأة شافت بابا هحدى ماماها وهو جتة همطة بدات كتبكي وقالت بابا مونيا قالت عافك يا بنتي خرجي من هنا شوية وصلوا رجال الإطفاء والإسعاف دخلوا للقاعة وهو يقول الراجل لا لا خذكي تخرجي من هنا نوها كتكوح وقالت عافك عطقو ماما عافك الراجل قال ما تخافيش احنا غدي نقومه باللازم خرج الراجل نوها وهي بكثبة العرس شافت جهة جتة أمير وحطات إيدها على فمها وبقات كتنخص وخرجات لقيت في الزنقى الناس مجموعين بالزان كل شي كيهدر وحالتها كتشفي العروس اللي تحول أجمل يوم في حياتها إلى جحيم ما بغتش تمشي في سيارة الإسعاف للسبيطار اختارت تبقى تسنن منها وبقات جالسة وصوت الناس في اتنيها وتعالات الإشاعات كل واحد واش كي يقول سبب الانفجار هي ما فكرت في حتى حاجة غير عائلتها شوية باللي هم خرجين شي واحد وصراخه مسموع بقوة الألم اللي فيه وهي تبدأ تبكي وقالت رامي 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 قال اختي أنا في الحريق بزار قالت صبر عافاك غادي تكون لعباس عافاك صبر أنا معاك دخلوه في الإسعاف وشوية خرجوا الأموية وتقريبا هاد المرة كانت فاقدة الوعي نوها مازالة كتبكي وكتعيط باسمية ماماها مشات طلعت معها في الطموبيل الإسعاف وهي خايفة عليها وشدف إيه بتحب وقالت عافاك يا ماما ما تخلينيش بوحدي عافاك انتي اللي باقى ليه ما تخلينيش حتى انتي وتسمح فيه وصلوا لسبيطار ونسلمونيا بسرحة دخلوها لغرفة العمليات وبقيت نوها كتسنة بقلق كبير وركبها مهازينهاش شوية بدو كيوصلوا الديوف المصابين شوية بدو كيوصلوا المصابين وهي كتشوف فيهم قالت كل شي هادو تصابوا في عرسي أنا شوية جات هاجر كتبكي وكتقلب على نوها قالت حبيبة سولت عليك وقالوا لي يا ركي هنا كينش خبار على ماماك قالت نوها مازال خايف عليها بزا وهي تقول هاجر نوها عارفة أنه ماشي وقته ولكن لابدت عارفي أن باباك وأمير البركة فراسك شدات نوها لفمها وزيرات عليه وقالت بسبابي أنا ماتو قالت هاجر ما تدريش فراسك هاكا كوني قوية عافكي نوها قالت فينا هما دابا قالت لها هاجر دخلوهم المستودع الأموات البوليس بغاو يديروا معاك للسجوان ولكن قلت ليهم ما تقدرش دابا نوها قالت لها علاش أنا قلبي كان حاس أنه غدا توقع شي حاجة شنو قام باش وقعدك الشي كله قالت هاجر قنبولا نوها تصدمات وقالت شنو وهي تقول هاجر شي حت حت قنبولا موقوتا وهي اللي تسبات في هاد الدمار كله نوها قالت شكون دارها وعلاش وهي تقول هاجر ما زال ما عرفناش ولكن البوليس هما اللي غدا يعرفوه وغيخبرونا بكل شي شوية خرجو مونيا وهي مغيبة ونوها بدت كتبكي وكتقول عافك دكتور قولي يا حالتها الدكتور قال ما نكذبش عليك بنتي حالتها ماشي مستقرة ادعي ومعاها نوها قال الله يا ربي ماما عافكي ما تخلينيش هاجر قالت تهدني يا نوها إن شاء الله غادي تكون بيخير وهي تقول نوها واش نحظن على أمير ولا على بابا ولا على ماما كيفاش نصبر ومشات نوها عند خوها رامي لقيت وكيبكي وقال لها اختي قالت الحمد لله على سلامتك قال رامي اختي أنا فيها الحريق بزا وهي تقول لي ما تخافش انترك لا باس غا حروق بسيطة وغا دي تبردغية قال لها رامي فيه الماما وبابا وهي تقول لي ادعي معا ماما اما بابا الله يرحمه بدأ رامي كيبكي وهي تقول له نوها انتا راجل خاسك تصبر قول لي اش نوقع قال لها رامي ما عرفتش كنت في الكلوار حتى سمعت الانفجار وما حسيت إلا بجسمك يحرقني كامل ومن بعد بقيت نوها غا دا جاية في الكلوار ديالسبيطان وهي بكزوة العرز كنت سنى ايه خبر علمها وفي مكان اخر وبالتحديد في ملحق الفيلا مستفق قال شفتيه شو قاع الله يستر العرز بنوها تقلم مجزرة وصينه عمان وصي امير ماتو وديك البنت ما تستاهلش هادشي كله وهي تقول الدوية الله يا ربي فوقاش هادشي عمر اجي تسمع جا عمر وقال شنو كاين قالت له الدوية شفتي يا ولدي اشو قاع لنوها مسكينة قال لها عمر ما لها نوها وهي تقول لدوية قال لك وهما يسمعوا الدقين بالجهد قالت الدوية ايش هادشي شكون كاين يدق علينا بهاد الطريقة حلل مستفى الباب ودخلو شي رجال بسرعة قال الضابط فين هو عمر الخالتي عمر قال انا هو شكون انتو ما الدابط قال له معانا امر بدبطك واحضارك جيبوه الدوية قالت اوي لطلقو والدي اش دار عمر عمر هو يقول النصطافة الله يحفظك سيدي قولينا شنو التهمة ديالو احنا ناس شاد دي انتقارنا معمر نتعدين على شي واحد قال ليه الدابط فين هو بيتو فتشوه مثيان بغيتو تحرفو شنو التهمة ديالو ايجيو لكو ميسارية وكنصحكم تجيبو معاكم محامي يكون مجهد الدول بوليس عمر والداوية بقاتك تغوت مورا وفي التحقيق عمر قال اشنو درت انا قال ليه الدابط معرفتيش اش درتي قولي يا عمر اشنو حلقتك بهد الناس عمر قال اينا ناس قال الدابط اللي في التصور شوف فيهم زيان قال عمر عمري شفتهم في حياتي وهو يقول له الدابط ما كتعرفش هادو ابو حمزة ابو عصام وابو بكر ابو حفصة عمر قال قلت ليك عمري شفتهم في حياتي الدابط قال له الانكار ما غينف عكش حسن ليك تعتارف باللي انت عدودة من هاد الجماعة الارهابية قال عمر انا ما عارفش علش انتو ما جايبيني هنا واشنو دتو بما ديالي وانا جماعة ارهابية الدابط قال انت متهم بتفجير فندق سنوحمان القايد اللي تقام فيه حرس بنتو واللي مات فيه ازيد من 160 شخص قال عمر شنو تفجير الدابط قال اقول لي يا عمر شنو علاقتك بنوها عمر قال ما عندي بيها حتى علاقة وما فجرت حتى حاجة انا قال الدابط اذا شنو كنتي كتدير في الفندق فوقت العرس عمر قال انا قال له الدابط تسجيلت الفندق بيناتك دخلتي وخرجتي في خفاء الفندق وبالضبط لقاعة العرس تقدر تقولينا ايش كنتي كتدير تمع عمر حدراسه وسكت وقال له الطابط يعني سكتي انا غدي نقوليك اش كنتي كتدير تمع امشيتي تشتت العرس ديال حبيبة قلبك حبيبة الطفولة لقينا هاد الخواطر والصور في البيت ديالك طبعا انت ما تسرطات ليكش ان الحبيبة ديال قلبك غدي تزوجها واحدة قول دكشي علش قتلتي ورونتي العرس عمر قال هاد شي كدوب ما منو احتحاجة قال له الطابط حبيبتي نهار اشتاق اليك لن تكوني لأحد غيري ماشي هادو الخواطر ديالك عمر قال علاش تجبدو لي وراقي وهو يقول له الطابط انت متهم دابا ومن حقنا هاد شي هاد دليل ايدانة ليك غدو وضحياتك كلها في الحبس واش ما عندك قلب واش ما بقوش فيك قاعدو كل ابرياء اللي ماتوا قال عمر انا ما قتلت حد قال ليه الطابط انت غدي تعتارف وغتقولينا شكون محاك وشكون كي دعمك حسن ليك وفي الثبيطار قالت هاجر نهار انا جبتليك حويش تبدليك سواديالك قالت نوها انا ما قداش نتحرك من هنا وهي تقول هاجر عافاكي كوني شي حاجة وبدلي حويشك ومتدريش في راسك هاد الحالة قالت نوها ماما هي اللي بقاتلية انا واقفة على قبلها جداتي كيفاش غدا تكون حالتها من اللي تعرف ان ولدها مات هاجر عافاكي وقفي معايا قالت هاجر ما تخافيش عليها هي ايمانها قوي وغدا تصبر جد دابط وقال السلامة للا ممكن هضروا معاك قالت نوها السلامة شكون انت قال لي هالضابط البوليس ممكن هضروا معاك شوية قالت هاجر سيدي واش انت ما شايفش باللي حالتها خايبة وما هتقدرش تهدر دابط قال الباركة فراث كالالا ولكن ضرورة في دينا بشهات المتهمة اللي شديناه ينال جزاؤه نوها قالت واش شديتو اللي دال هادشي قال لي هالضابط اه شديناه والأدلة كلها ضده ولكن ما بغاشي عتارف تقدرت في دينانتي يا للا حيت تقريبا الدافع دلجريمة هو انتي نوها قالت له اهنا شنو علاقتي انا واش كون هذا واش انا كنعرفه ضابط قال عمر الخالدي ولد الناس اللي خدامين عندكم نوها تصدمات وقالت عمر عمر انا ممتيقاش مستحيل عمر يديرها ضابط قال كاميرات لوطيل رصداته هو داخل وهو خارج واش انتي شفتيه في العرس قالت نوها واش جا الا ما شفتوش ولكن عمر علاش غا يدير هكا علاش قال لها الضابط تقريبا دافع عاطفي احنا لقينا في الغرفة دياله مدكرات ورسائل كلهم بطالتهم هي انتي حتى اننا لقينا صور ليك من ليك انتي صغيرة الى يومنا هذا عمر كاي بغيك وما تسلطات ليش انك غدت زوجي واحد اخر عليها دار هادشي نوها قالت واش كنحلم انا ما مطيقاش هادشي اللي كان اسمع انا ما عمرو شف منيشي حاجة خايبة علاش قالت هاجر شحال حدرتك وقلتليك جريعليهم انتي ما اسمعتيش ش مني هادوك رالحقد في قلبهم كبير وطماعين باينا حقدهم هو اللي خلى ولدهم يدير هادشي نوها قالت انا ما قادراش نطيق ما قادراش بقيت نوها مصدومة من دكشي لسمعات حتى شافت الأطباء كي يجري وغرفة امها قالت ايش واقع ماله ماما هاجر قالت تدني ان شاء الله خير بقى واقفين كيت سنة واش غيوقع احتخرج الطبيب وقالت الباركة فراسكة بنتي بدايت نوها كتغوت وقالت لا، ماما شديتها حالة هستيرية وبعدها طاحت ابقيت نوitti سبيطار بنهيارesper جاءت عندها هاجر وقالت عفاكي يالي ما تجعل الدنيا تكسرك انت راكتحد ناكش حال من حاجة الورد في ايدك انت وامير انت اللي غدا تورتيه وباباك وماماك جاع اعمالهم غدا تكون في ايدك انت خاسك تكوني قوية على قبل خوك وجداتك وباش ما يمشيش دك الشي اللي يبناه هو والديك طول هاد المدة خسارة نوها بدت كذبكي وقالت كل شي مشا كل شي هاجر قالت نوها انتي هي الأخت الكبيرة والوحيدة لرام وخاسك توقفي معاه باش ما يحش أنه بوحده في الدنيا وجداتك حتى هي وزايدون خاسك توقفي على دفنهم واش بغيتي الناس يجيوا واش بغيتي الناس يجيوا وما يلقاوا يشكون يعزيوا هاد أقل واجب خاسك تديريه لوالديك اكراما لهم خاسك توقفي على جنازتهم انتي والله بغيتيهم يغضبوا عليك انوها قالت الله باركة غير أنا السبب في موتهم باركة أنا السبب قالت هاجر ما تحمليش راسك دنب ماشي ديالك انتي شنو دنبك إلا كان هادك عمر كيبغيك وقتل شحال من واحد بحقده انوها قالت ليه أنا خاسني نشوفه ونعرف علاش علاش دار هكا علاش ضروري نشوفه قالت هاجر قوي راسك ونوضي باش توقفي على مراسيم الدفن وخليك من عمر باش ما يشد مهاك شي ضد هادك السفاح قالت نوها شحال من جنازة وشحال من دفن غادي وقع بسبابي قالت هاجر ما تحمليش راسك الدنب الدنب ديال عمر ماشي ديالك انتي خرجت نوها من سبيطار هي ورامي ومشاول الدار غا دخلوا من الباب وهو يتحح عليهم الدين قال رامي اول مرة ندخل الدار وانا عارف انهم ما كينينش فيها وهي تقول له نوها والاسوأ انهم عمرهم ما غا يكونوا فيها قالت الخدام لا لا الجدة بغا تشوفكم وهي تقول نوها واخا اجي عرامي نشوفوها ولكن شد راسك قدامها دخلوا البيت عند الجدة غير شافوها وما قدروش يصبروا بدأوا كيبكي ومشاو حبنوها قالت لي هم الجدة صبروا اولادي عافكم هذا هو القدر قالت نوها جدة انتي اللي بقيت لنا في هذا الدنيا وهي تقولها الله يحفظكم لي انتي يا نوها دابا عمره وكبرتي وحتى انتها رام دابا وليتي راجل وقادر تهز راسك وليتي الراجل ديال الدار كون على قد مسؤوليتك قالت نوها امير غا ديديها في قرارته انا اللي غدا نتكلف بالخدمة ديالبابا وماما احتى يكبر ويولي راجل ديك الساعة ويوقف لنا على الخدمة وهي تقول الجدة الله يرضى عليك بنتي قالت نوها كل شي في غمضة عين تبتح ومشاة شافت الجتة ديالامير وباباهم هماها انهارت بمعنى الكلمة ويش كل شي سالة والصافي هدي هي النهاية ايش غا ديوقع من هنا لفوق اكتر من هاد الشي ايش ما زال غا دي تشاف هاد الدنيا وتقامت جنازة نوما نومونيا وعمرت الدار بالناس كل شي ما مطيقش بزاف ديالناس ماتوا وكله واحد اش كيقول شي كيقول عمل ارهابي حيث العرس كان فيه الفضايح وشي كيقول كانت على علاقة بواحد اخر وصفاها ليه وكان لي كيقول شي حد عنده عداوة مع السنعمان المهم ان نوها وقفت واتلقات التعازي من كل شي وجات واحد لمرة من عائلتها وقالت انتي هي العروسة المشقوها قالت نوها ايش هاد شي كتقولي قالت المرة بسبابك انتي ماتت بنتي الله ياخد فيك الحق الله ياخد فيك الحق بدات المرة كتغوت وتحيح وسط الناس ودخلات نوها لبيتها بالزربة وبدات كتبكي جات هاجر وقالت نوها مديش عليها قالت نوها غايب قوديما كيشوفوا في يديك النظرة ديال المنحوسة عمرهم غايقبلوني انا السبب انا اللي بسبابي ماتوا الناس اللي ما عندهم حتى شي دنك هاجر قالت لا انتي ماشي السبب عمر هو السبب وخصوا الاعدام بقيت هاجر كتهدن في نوها اللي اعطاتها حبة مهدئة ودازت ايام العزاعة وجات هاجر وقالت كي بقيتي شوية؟ قالت نوها لايام ولاتك تشابه عندي هاجر قالت فخبارك ان الامد اميرة هفس بيطار قالت نوها وش بقى عيشة؟ موقع لها والو قالت هاجر للاسف فقدات البصر ديالها وما بقيتش كتشوف وهي تقول نوها انا خاسنين مشي نشوفها هاجر قالت اه ضروري تشوفيها هي ما بقى ليها احدا واحد فهد الدنيا من غيرك مشيت نوها بالزربة لسبيطار باش تشوف ام امي دخلات وقالت خالتي ناتيا نادية قالت نوها بنتي وهي تقول نوها الحمد لله على اسلامتك انا متأسفة بالزعب قالت نادية علي اش كتأسفة بنتي هذا قدر قالت نوها ولكن انا السبب فهد الشي قالت نادية ما نسمعكش قلتي هاد الهضرة مرة اخرى انا عرفت اننا فقد نحتى ماماك وباباك دكشي علش بغيتك تحسبيني بحال ماماك بنتي يمكن ربي عودني بيق على ولدي امير اللي فقدتوه وفعز شبابه وهي تقول نوها اكيد انتي وجداتي ورامي اللي باقي اللي في هاد الدنيا قالت نادية الله يعودك بنتي قالت نوها من اللي غدا تولي لاباس ان شاء الله غدا نديك تعيشي معايا في الفيلا قالت نادية معليش بنتي انا نرتاح في داري على الاقل غدا نشم فيها ريحة المرحوم قالت نوها وش غدا تبقى فيها بوحدك وش كون غير عيك قالت نادية معايا المساعدات وزيدون حياتي كاملة وانا بوحدي امير دي مكان مسافر ما غا يوقع لي والو ما تخافيش نوها قالت انا غدا نكون في جنبك وغنزورك كل نهار قالت نادية الله لا يخطيك علي يا بنتي ورجعتنوها الفيلا ورجعتنوها للفيلا وهي ما متيقاش انها راجعة للدار بدون والديها دخلت وهي تسمع صاحبتها هجار كالداري قالت واش ما عندكم ش وجه علش تحشموا ما زال جايين بوجهكم حمر علش جايين هنا ما كفاكمش دكشي اللي دار ولدكم دخلت وهي تشوف الضاوية والمصطفى واقفين وحانين راسهم قالت نوها هجار باركة الضاوية قالت بنتي احنا جينا نعزيوك في وليديك ورجلك ونهزو حويجنا قالت لها هجار تقتلوا الميت وتمشيوا في جناستو نوها قالت هجار عافكي خليني معهم بحدي قالت هجار واخا ولكن اياك تحني فيهم مشات هاجر وقلسات نوها وبدأوا الدموع كيطيحوا من عينيها وقالت علش انا مدرت لوانو علش دار هكا قالت لي هالضاوية كنقسم ليك بنتي ماشي هو مدار هاش نوها قالت ايضا اش كان كيدير في لوطي لنهار العرف وعلش مشا الضاوية قالت ياك انتي اللي عرضت عليه ولكن كنقسم ليك هو مقتلش نوها قالت انا بغيت نشوفه خاسني نعرف منه الحقيقة اما انتو ما فالله يسامحكم والدي يا عمرهم ما داروا فيكم حاجة خائبة الضاوية قالت بنتي عافكي سمعي مني وهي تقول نوها عافكي انتي كنظن انه بعد هادشي اللي وقعه ماشي من المناسب تبقاه هنا غانعطيكم حسابكم والله يسمحليكم على هادشي اللي وصلت ليه الضاوية بدأت كتبكي وخرجات هي ومصطفى مشاول الدار اللي كانوا فيه و جمعه و حواجهم و هي كتتأمل كلها زاوية في الضاوية و قال لي ها المصطفى صافي سالة عشنا هنا طرفض الخبزة سالة هنا قالت الضاوية ماشي سهلة عليا الضاوية اللي كبرت فيها ولدي عمر واللي عشت فيها حياتي كاملة نخرج منها و انا و ولدي مظلومين شوية و دخلات لخدامة و قالت خالتي الضاوية لالانوها سيفطعت ليك هاد الفلوس و قالت لي هاد ضاوية احنا مآمنين باللي والدنا باريء و ايلا اخدينا هاد الفلوس غادي نكونو كنعتارفو بالتنب و احنا مظلومين رجعي الفلوس لمولاتهما بنتي قال المصطفى خلينا نشي والضاوية بقات نوها غادة جايه في الفيلة و بقات كتفكر وصايا ماماها لها قبل من العرس ديالها و هي تقول اه يا ماما ما عشتيش حتى تشوفيني كنفد الوصايا ديالك و حتى انا مغاداش نقدر ننفدهم حيت راجلي مات قبل من حتى ننفدهم وبقات كتبكي و هي تسمع الخدامة لا لا نوها قالت ليها قالت الخدامة خالتي الضاوية رجعت ليك الفلوس ما بغاتش تاخدهم قالت نوها حطيهم و سيري لخدمتك مشيت هزادو كل فلوس و قالت كنت عارفة انكم مغاد تاخدوهمش و هاد شي اللي غاي حمقني و عمر عليش دير هاكا كأنني كنهضر على شي حد ما كنعرفوش عليش دايز النهار عادي و الغد ليه جاء المحامي كيقلب على نوها و قال لها الباراكة فرزكو ملالا نوها قالت له شكرا بالساف قال المحامي بغيت ندير لك اجتماع مع الوارتة ديالسي أمير علق باللورت حيت انتي واريته شرعية لي و حيت الأعمال ديالو واقفين بيموتوا لا بدش يحد من الوارتة ديالو يباشر الأعمال نوها قالت أنا مستعدة في أي وقت قال لها المحامي مزيان إيدا نطلقى وفي دار لالا نادية وفي العشيالة سمحت قالت نوها غادا نجي إن شاء الله مشيت نوها واتصلت بهاجر و قالت هاجر حبيبة كيبقيت شوية نوها قالت عايشين بغيت نقول لك باللي المحامي جاء عندي على قبل الوارتة ديالأمير بغاني نكون في الاجتماع وبغيتك تكوني معايا حيت ما كنعرف حتى حاجة في ذك الشي هاجر قالت بهاد الصرحة واخا غدا نكون معاك حيت انتي غتو ارتر بعديل الترود أمير و غايكون لك حصة الأسد في الشركة باينا ما غتعرف يوالو فيها انوها قالت باش كيهموا الفلوس الترودة با المهم هو أمير ومشا هاجر قالت شدي راس كحبيبة واش غتبقي هاك ككتبك عليه نوها قالت المهم أنا غدا نتسنك قالت لها هاجر واخا حبيبة نسالي خدمتي وانا معاك وجدات نوها راسها وجدت عندها هاجر وبعدها مشاول دار نادية قالت لهم نادية بنتي لبس عليك قالت نوها الحمد لله أخارتي انتي كي بقيتي شوية قالت نادية كنحاول نتأقلم مع موت ولدي وهي تقول نوها خلي إيمانك أخوي هادي ماشي هي هادرتك نادية قالت ونعمة بالله قالت نوها المحامي قال لي يا باللي غاي يتلاقاني هنا قالت نادية حتى أنا تتصل بيا ما عرفت شمال ومزروب هاك كان احنا متشكيناش قالت نوها كي يقول بلي الخدمة واقفة وخشي حد اللي قابلها نادية قالت قابليها انتي يا بنتي ما عنديش أنا مشكل نوها قالت ونشوفوها شغي يقول شوية سمعوا الدقان وفتحات وحدة من الخدامات الباب وهو يقول المحامي يك ما تعطل تعليقه نوها قالت احنا كنت سنعوك قال المحامي نبدا وضغيا المهم نوها القيدي زوجة شرعية الأمير انتي كتورتي شرعا فراجلك واحتل أم ديالو كتورت نوها قالت هد شي عارفينو المحامي قال ولكن كاين حاجة مهمة انتم ما عارفينهاش قالت نوها اشنا هي هد الحاجة المحامي قال تقسيم الورت كما يلي سي أمير عنده شركة رأس مالها كتر من خمسمائة مليون درهم وعنده شريك فيها نوها قالت شريك اول مرة كنتسمع بهذا القضية قال المحامي الشريك عنده نصف الأسهم يعني نصف الأسهم للشريكة هي اللي غدا تدخل في الأرض قالت هاجر هاد شي صحيحة نوها الشريك كاين نوها قالت وعليش ما قلتي هاليش قالت هاجر أمير هو اللي كان المفروض يقول لك هاد شي ماشي أنا قال المحامي إضافة إلى جوجد الفيلات وثلاثة الطموبيلات وحساب بنكي كيتقدر ب 167 مليون درهم قالت نادية كملة ولدي المحامي قال الأم غدت تاخد سدس الطروة وللا نوها غدت تقسم التمن مع شخص آخر هاجر قالت ايش هاد الهضراء عاد قلتي باللي نوها زوجة شرعية الأمير المفروض تاخد الربع ماشي التمن قال المحامي أنا قلت غدت تقسم التمن مع كريستينا ألفانو نوها قالت شكون هي كريستينا قال لها المحامي هي زوجة أمير الفرنسية والشرعية نوها تصدماته قالت ش ش ش ش ش ش شنو قال لها المحامي والباقي من التروة غي ياخدها إيفانو الإبن الشرعي الأمير من زوجته الفرنسية نوها قالت هواش أنا كنحلم ايش هاد شي كتقول السي المحامي واش عارف راسكش كتقول قالت هاجر أمير تزوج فوق عاش وعليش حنا ما في خبارناش أكيد أنتو ما دورتو الوثائق أكيد التافختين توياها قال لها المحامي عقد الزواج ديال كريستينا ها هو وحتى عقد الزياد ولدهم وحتى التصابر بالصح أنهم تفارقوا مؤخرا ولكن ما تطلقوش والزواج بيناتهم قائم حتى أن كريستينا سلمات أولى الورد من ناصيبها شرعا وغدا تكون الوصي الشرعي على ولدها اللي كيبلغ ربع سنين من عمره يعني هي اللي غتوقف الشريكة على رجليها حيت عند ولدها حصة الأسد من ميرات البع وهي تقول نوها خالتي واش أنت عارفة بهذا الشي قالت نادية كنقسم ليك بنتي أول مرة نعرف هاد الشي بحالي بحالك نادت نوها وهي مصدومة وخرجات وتبعاتها هاجر قالت ليها هاجر نوها وقفي عافاكي قالت واش أنا كنحلم واش الراجل اللي تمنيت وحياتي كاملة صدق كي يكذب علي ربع سنين هاجر وانا اللي كنعرفوها دي كتار من ست سنين علش دير هاك كعلاش وبوجهه حمر جاي كي يعرس معايا وكي يختف قلبي بموته هاجر قالت لبك دابة مغاي فيدكش هو دابة مات ومغاي نفعك الحزن فوالو انتي خودي حقك وعيشي حياتك ونساية قالت نوها كيفاش غدا نقدر ننسى كيفاش وانا في غمضة عين لقيت الدنيا كلها مقلوب علي قالت هاجر ديري بناصيحتي وخودي حقك وما تخلي لي هاش هي كل شي ما سمعتيش المحامي قال ليك راه مؤخرا كانوا مفارقين قالت نوها وشنو اللي غدي تغير هي عندها ولد منو فهمتي اشنا هي ولد يعني كان مأسس معها حياتو واكيد انا كنت بالنسبة لي غانة زوا هاجر قالت ديري حقلك وفكري في مصلاحتك كي ما كيديرو كل شي ورجعت نوها للدار ودخلات لبيتها وطاحت على نموثيتها وبدت كتبكي وكتفكر كل لحظة مع امير الحب اللي كانت مخبية في قلبها ليه كل شي ضاعف غمضة عين حيات هات قلبات رأسا على عاقب في لحظة كل شي مشى وفي لحظة كل شي تغير ناضطوا الدموع في عينيها واخدات جميع الكادوات اللي كان جايب ليها امير حتى الخاتم ديال تياموند اللي جايب ليها هزلت كل شي في كرتونها ونزلت للجردة وشحلت فيهم العافية جا عندها رامي وقال ايش هاد شي كتدير ياختي التافتات نوها وشافت خوها موراها ورجعت كتبكي من جديد وكتقول كل شي ثالة اطفالي هاديك العافية وبقى معاها احتد هاد بنات شوية وعودات كل شي ليه حاولي برد لها قلبها ولكن العافية شاع على فيه عمرها ما خدت اطفال في لحظة كل شي مشى والديها والراجل اللي بكات عليه واحتد ديكريات الزويرة وبقات صهرانة حتى اصبح الحال سمعت الباب كيتدقه وقالت لها الخدامة لا لا قالت نوها دخلي وهي تقول الخدامة الفطور جاهز لحاجة ورامي كيتسناك قالت نوها ما عنديش خاطر ناكل مشات الخدامة وبقات نوها وعينيها من فوخين بالبكا شوية وهي تسمع الدقان في الباب عو تاني قالت وما بغيتش ناكل بحده مني وهي تقول هاجة هادي انا ملك يا نوها ايش هاد الحالة نوها قالت هاجر واش ما عارفه شمالي قالت هاجر اللي عارفه دابا انا هو ان امير مات وانتي ما زال عايشة عايشي حياتك وانسان انا منك نوض نشد الورتة ديالي ونوقف ليهم في الحلق انوها قالت بهذا البساطة قالت لها هاجر انوها امير عايش حياته وما فكرش فيك علاش انتي غدا تبقى تفكري فيه وتضيعي حياتك عليه في الحز انا منك ما نخليش لها الفرصة تهز كل شي وتستعمر وفي خبارك هي جات اليومى للشريكة وبدأت تأمر وتأمر نوها قالت جات هاجر قالت لها طبعا هي حساب لك بحالك ولا هي راه ما كيهمهاش امير اللي خانها معاك عرفات طريقها قولي صحيح دارتو قالت نوها شنو خاسنين دير وهي تقول هاجر هي دابا باغا غير الدور بالشريك ديال امير اللي عندو خمسين في المية ملأسهم باغا تطيحو باش تهز الجمل بما حمل بدل ما يكون عندها غنى نصيبها من الأسهم غات ولي عندها بولدها وبالشريك الشريكة كلها قالت نوها ولكن انا ما كيهمونيش الفلوس وهي تقول هاجر المبدأ هو اللي كيهم انتي غلبتي هام اللي كان امير عايش حي تقدرت تخليه تزوجك ويبينك قدام العالم ماشي بحالها هي زواجها بامير كان فضلاء هادشي اللي غات يخليها دابا تدير المستحيل باش ترجع حقها منك وتجري عليك من الشريكة قالت نوها ما غنسمحش لها وهي تقول هاجر هاك كاك نبغيك احنا غندخلو حرب وهاد الحرب خاسنا نربحوها نوضي ديري واحد تحميمة وديري شوية الماكياج واجه نفطره باش نمشيو للشريكة ناضت نوها ودوشات ولبسات احسن ما عندها جمعات شعرها وبقات كتشوف في المراية وقدير الماكياج نفسات بعمق وقالت انا خاسني نكون قوية ياريت لو كانت ماما معايا وبجنبي نزلت ولقات جداتها على الكرسي المتحرك وخوها كيف ترون ومعاهم احتى هاجر اللي شافت فيها وضحكات ضحكت قوة لها مشات لعن جداتها وباس لها ايديها وقلسات معاهم وفترات وهي متردة شوية ناضت ومشات هيو هاجر للشريكة دخلوا من الباب وكل شي بقى كيشوف فيهم احتى وصلوا للبيرود رئيس مجلس الادارة اللي هو ديال الشريك داني عرفات رأسها للسكرتيرا اللي طلبات من هد سنة حتى اتصلت بمديرها واللي طلب من هد دخلهم دخلت من باب البيرود اللي كان في يوم من ايام ديالانير دخلت وطلعت رأسها ولقات راجل طويل وانيق جدا راجل بين فيه الهبة كان رد وجهه جهة الجهج وحاط ايده في جيبه وليد الاخرى كيلعب بها في شعره قالت هاجر سي حاتم كنقدم لك نوها القيدي ارملت سي امية دار وشف نوها مباشرة وقال تشرفت بيك للا نوها انا حاتم القاسمي نوها قالت تشرفت بيك حاتم قال تفضلي شنو تشور بيك هاجر يمكن لك تنشيل خدمتك هاجر قالت واخا سمحوا لي قال حاتم تفضلي اول انطباع لحاتم عن ابنها هو الحزم في الخدمة وقوة الشخصية يمكن هادشي خلاها ترتاح شوية حيث علاقته بالفرنسية غدا تكون اكتر صعوبة ومغا يتاحش في شباكها بسهولة كما قالت هاجر حاتم قال لا لا نوها طبعا انتي عارفش حال نصيبك في الشريقة قالت له اه عارفة قال لها حاتم وعارفة انك خاسك تبقى يجيت حضري دايما يعني غنخصص لي كبيرو هنا وغتكوني خدامة فيه نوها قال ولكن انا خاسني نقابل اعمال بابا واعمال ماما قال حاتم ماشي مشكي اعطيهم الوقت كلهم ويلا احتاجتي مساعدة انا معاك قالت نوها كان شكرك بزاف ممكن نثولك قال تفضلي وهي تقول واش ديك الفرنسية مرات امير واش حتى هي غاديكون عندها بيرو هنا قال حاتم اكيد لا بد من انها تقابل حستها وحست ولدها نوها قالت فهمت قال حاتم كنت فهم دك شي اللي بيناتكم ولكن هادي رها خدمة وخاص تخليه الصراعات بعيدة نوها قالت له وخا قال حاتم من غدة غادي يكون البيرو ديالك واجد وغادي نكون معاك خطوة بخطوة تقدت بداي الخدمة غدة والارباح ديالك غادي توصلك نوها قالت غادي نكون في الموعد تهلاف راسك حاتم قال واحتنتي تفضلي مشات نوها ولقات هاجر كتسلناها وقالت لها هاجر ها شنو قال لك نوها قالت غدا نبدأ الخدمة هنا هاجر قالت هاك كان بغيك كوني قوية وهي تقول نوها غا نخليك نمشي دابا حيث غادي ندوذ على الوطيلات بابا ونشوف أعمال ماما بش نطمئن وغدا غا نبدأ الخدمة هنا هاجر قالت إيه لحتاجتي شي حاجة عايطي لي قالت ليها نوها واخا رجعت نوها الفيلو وهي مرتاحة نوعا ما وحيدات حمل منح لك تافحة ارتاحت شوية ودازت الفنادق ديال باباها شيء صعيب بالساف ادوذ على الفندق اللي فقدات فيه عائلتها لقات الأشغال ديال الترميم تقريبا ثالات دازت على العمال وجمعاتهم كلهم وبقات كتفضر معهم قالت اعتبروا نعمان القيدي مازال عايش وغدا نكون معاكم كي ما كان بابا ولا أكتر وكل واحد غايبقف منصبه وكل شي غايمشي كي ما كان باغي بابا قالوا لها كلهم الله يخليك لنا للا نوها خرجات من تمة ومشات للمطعم الرئيسي ديال ماماها لقات تمال جيرون وهدرات محاها قالت انت كانت ماما كتطيق فيك بالساف قال ليها احمد الله يرحمها ما تخافيش أنا غا نكون على قد المسؤولية قالت لونها هذا هو ضني فيك الأعباء بالساف عالية وما كرهتش يحد يعاوني وما نلقاش أحسن وأأمن منك انت قال ليها احمد أنا في الخدمة ما تخمي فوالو خرجات من عند دونها ومشات لمركز تجميل دماماها رحبوا بيها بالساف وبدو كيبكيوا معها على المرحومة وهي تقول سارة الله يرحمها كانت أستاذة لينا وما عمرها عزات فينا شي حاجة نوها قالت الله يرحمها سارة أنا عارفة أن ماما كانت كتتيق فيك ما كرهتش توافيني أول بأول بأي جديد وأنا يوميا غدا ندوذ عليكم قالت سارة ما تخافيش أنا غدا نقوم بالواجد دين على رقبتي المرحومة شكرتها نوها ومشات ومن داخل أسوار السجن كان وجوج أشخاص في زنزانة وحدة واحد منهم هو عمر قال ليه محمد لماذا درتي هكاك قال له عمر أنا ما درت والو وحدة واحد ما مطيقني محمد قال عادي هدار راحنا غير بحدنا وأنا ماشي ضابط هنا أنا مش دود بحالي بحالي عمر قال ليه أوف كانت أحلى حاجة شفتها في حياتي نهارت زادت شفتها وبقيت كل دقيقة كان مشي نطل عليها وماما كتحصرني وتشبعني أعزا ومع ذلك ما كانش كيهمني كبرات وأنا كنشوفها قدامي بحال شي ما لعك كنت مستعد نفديها بروحي حتى أنه في يوم من الأيام كانت كتلعب وشدات غصن ديالشجرة وفرحها في إيدها أبكات ووسيدها والغد ليه رجعت ولقعتني حيدك الغصن وغبرته غير حيد جرحها محمد قال له حتى لهذا الدراجة أنت كتبغيها قال ليه عمر أكتر من ما كتصور محمد قال ولكن هي ما كانتش كتبغيك والدليل أنها كانت غدا تعرس مع واحد آخر وانت عمر قال لي شكون قال ليك هاد الهضرة هي قاطعة محمد وقال بلا ما تحاول تقنع راسك كل شي هناك يهضر عليك وحتى الجرائد اللي كيدخلوا لينا كتهضر عليك علش ما بغيش تعتارف باللي حبك لها خلاك تدمرها وبدأ عمر كيبكي خرجت نوها من الصونتر ومشات لدارها حيت كانت عيانة بالزعف مشات نعساة جوجت سوايا حتى فاقت على صوت الخدامة وهي كتلم منها جيت تعشا قالت نوها واخا أنا غدا ننزل دارها نزلت ولقات رامي كيتسناها وهي تقول جداتي علش ما جاتش تعشا معانا قال ليها رامي هي عيانة بالزعف اديت لي هالخدامة لحشا الفراش تعشات وشربات الدوى ونعساة قالت نوها أنا وليت مقلقة بزاف عليها من نهار مشات خالتي الضوية وهي صحتها كتراجع هي اللي كانت كتفهم ليها قال رامي شنو رأيتك رجعيها وهي تقول لنوها ما يمكنش نسيتي شنو دار عمر قال رامي ومعرفتيش علش دارها كاك قالت لنوها ما قدرتش نمشي ما ترده وخايفه رامي قال هو دابرة في الحبس ما عنده ما يدير لك نوها قالت خلينا نتعشا وصد هاد الموضوع رامي قال وشكون عنده الخاطر الشعشة أنا وليك يبلي يقول شي بازل بعد ما هوت علينا الدار وليت كنحس هاد الدار ساكنين هالأشباح قالت نوها عافاك صافي سكت خليني ناكل كولو سكت رامي قال ما عنديش لقانة الماكلة ولا لأي حاجة أخرى ناض رامي وخلى نوها كتاكل بوحدها قلسات شوية وناضت حتى هي ومشات طلات على جداتها ولقاتها نعصة وسدات عليها الباب خرجات الجردة بشتشم شوية لهوا وحسات بالضيق وشافت دار عمر واقتربات منها الدار اللي ولات خاوية دابا دخلات ببطء وبقات كتشوف الدار كل أركانها كل ذواياها كتفكرها بطفولة بريئة دازت من هنا وشافت نفسها كتجرب كل بارة أو كتتخبى من عمر وقالت علاش أنا حمقحت لها دي الداراجة علاش كنتيق في كل شي دخلات البيت اللي كان ديال عمر وشعلات الدو وبقات كتشوف حتى الفتاة ناضارها حاجة خلاتها تحل عينيها فيها وتصدمها تصدمات وهي كتشوف صورتها من خوشة في حائط الغرفة وخصوصا جيها درس النموزي أي أن عمر كان كيحل فيها عينيه كل صباح وكان كيغمد عينيه عليها بالليل يا الله أش هادة عمر حتى لها دي الداراجة كان مهووس بيا عليها مخداتوش بأمير رحمة وقتله حتى كتسمع لان لنها أش كتديري هنا تفزعات نها ودارت ولقات مورها الخدامة مسحات دموحها بالزربة وقالت ووالو سدي الباب مورك خرجات بالزربة ومشات وبقيت كتفكر في الصورة وقالت أعلاش عمر أعلاش صباح فقط بكري وصيبات راسها كالعادة ولبسات واخدات سوارة طموبيلتها وخرجات المعركة قوية وخاصها تربح فيها نزلت ولقات الفطور جاهز ولكن حتى وحد للجدة ولا رامي معها شربات الحليب وخرجات ركبات فطموبيلتها وبقت كتفكر عقلها غادي نفاجر بالقوة التفكير حمل كبير وتلحع لها بين ليلة وضحاها وصلت للشركة اللي كانت كتتمشى لها على أساس دي الأمير بوحده ولكن تشتات والقاسمات دعبة دخلت ورجليها كيترعدوا تلاقات المحامي رشاد وقال لها أهلاً للا نها لا بس حليك قالت نها الحمد لله أستاذ أبغيتك في واحد الحاجة اللي اسمحتي قال ليها رشاد أكيد تفضلي أجي نقلسو في البيروت يالي قالت أبغيتك ترافع لواحد السيد محبوث وأنا غادي نتكلف بالمصاريفة يالك رشاد قال بكل فرح شكون هاد السيد قالت لونها عمر الخالدي قال ليها رشاد شنو؟ ولكن قالت ما تخافش أنا اللي غدا نخلصك رشاد قال ولكن اللي ما فهمتوش هو أن هذا الراجل هو السبب موت آمين كيفاش غدا توكلينه محامي وهو اللي قتل والديك قالت الأسباب شخصية وزيدون هما ما عندهمش بش يديروا محامي أنا غدا نتكفل به رشاد قال واخر وهي تقول لونها بغيتك تدافع عليه باش يخف عليه الحكم ما أمكن وبغيتك تجيب لي كل تفاصيل القضية يعني كيفاش دير هاكاك وشكون هاون رشاد قال ولكن واش انتي عارفة أن القضية صعيبة بالزاف وتابت الجريمة في حقه يعني على الأقل غادي تحاكم بالمؤفد نوها قالت أنا طايقة فيك وعارفاك عند حسن الضل قال لي ها رشاد كانت منى ما نخيبكش غادي نحاول نوها شكرته ونادته خرجات من البيرود ومشيت في اتجاه البيرود هاجر قالت هاجر صباح الجمال ايش هاد الزين قالت نوها فين حادم قالت ليها هاجر راه لداخل ومعاه اللي ما كتسمى نوها قالت شكون هاجر قالت كريستينا ألفان وهي تقول لنوها اه فهمت نفسات بعمق وقالت فين البيرود يالي هاجر قالت نوها كي ما اتفقنا ما تخليهاش تكسرك قالت نوها واخ قالت ليها هاجر اجي نوريك البيرود يالك وعندي ليك خبار ذوينا وهي تقول نوها شنو هي فرحيني حيت مليت الاخبار الخيبة هاجر قالت قال لنا البارح من اللي مشيتي شا عندي حاتم وبقاك يثولني عليك نوها قالت عليا انا وهي تقول هاجر فرحي لنا هاد الشيكة يعني انه معجب بيك هاك كا نبغيك خاص ما تخليهاش تغلبك قالت نوها انا هاد الحرب عياتني من دابا هاجر قالت لا 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 وان ياكي ما تخليهاش تغلبك نوها قالت لها غدا نحاول داخلون بيرو داخلون بيرو وقاو هزوين وقالت هاجر ميسيو حاتم اختار ليك احسن بيرو في الشريكة هاد دليل على انك اقترت عليه وهي تقول نوها انا مخنوقة قالت هاجر نوها شنو تفقنا وهي تقول نوها وخسافي هاجر قالت هاك كا نبغيك غدا نخليك دابا ونمشي نشوف خدمتي هانتي هاد الملفات وجدتهم ليك باش تعرفين نصيبك شحار وتكوني متابعة لكل جديد قالت لها نوها اوكي ومشات هاجر وبقات نوها مع الملفات اللي ما فهمت فيهم حتى حاجة شوية دخلات عندها آخر وحدة كانت بغت لقاها كريستين وهي تقول بونجوخ نوها من صدمتها بقد كتشوف وهي تقولها شنو بغيتي كريستين قالت انا ما بغيت والو انتي اللي باغا نوها قالت لها انا ما قربتش منك وهي تقول كريستين قربتي وكنتي ديما في الوسط بيني وبين امير مع اني عطيتو حياتي كاملة ولدت منه ولد ولكن هو خانني معاك انتي نوها قالت هاد الهضرة انا اللي خاصني نقولها يا كدب امير مات اجا يا باغا مني مازال كريستين قالت تنازلع لحقك في الشركة وهي تقول نوها كتحلم كريستين قالت لها غادي نشوف شكون فينا اللي غدا تمشي قالت لها نوها خرجي برا خرجات كريستين وقلسات نوها معصفا ترجمة نانسي قنقر 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 وقلسات نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر